بما أننا تحدثنا على ذكر كابتن حسام حسن والمفاوضات اللي كانت بينه بالنادي المريخ السوداني والمفاوضات خلاص خلصت أنه كابتن حسام حسن مراحش نادي المريخ وعينه البرازيلي ريكاردو اللي كان ضرب لإسماعيلي فيه مرتين قبل كده كابتن حسام حسن عنده قصة كبيرة قصة قصة أحكيه لك بالتفصيل كابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم حسن الإسماعيلي خاد خطوات أنه هو يعينهم أو يتفي معاهم أنه يتولوا تدريب الدرويش وبالفعل يحيال كومي رئيس النادي مهانس يحيال كومي رئيس النادي الإسماعيلي قعد مع الكابتن إبراهيم حسن عشان كابتن حسام حسن موجود دلوقتي بيحلل مباريات كأس العالم في قطر فقعد مع إبراهيم حسن وتحدث معه وكابتن إبراهيم حسن قاله أنه إحنا عندنا موافقة مبدئية أنه إحنا نضرب الإسماعيلي حسن أنه بس كابتن حسام حسن لما يرجع عشان أتكلم معاه واتفق معاه على تدريب الإسماعيلي بس طبعا أهم شرطنا أنه إحنا محتاجين وقت مع الإسماعيلي يعني العادة بتاعنا يبقى فيه وقت نقعد ناخد فرصة ويبقى نيجي مطشين ثلاثة ونمشي لا محتاجين وقت عشان نقدر نرتب البيت تاني من جوه ونشوف الأمور اللي كان فيها مشاكل في الإسماعيلي والإسماعيلي يرجع تاني ليه سابق عاده في نفس أو مش في نفس بعدها على طول بعدما المهانس يحيال كومي قاعد مع كابتن إبراهيم حسن نوان سياسر يحيى نائب رئيس النادي المصري أقنع أستاذ كامل أبو علي رئيس النادي إنه لازم حسام حسن يرجع يضرب المصري والراجل اقتنع رئيس النادي تعرفين إنه في حاجة يعني مش مفهومة بين كامل أبو علي والتوأم مش كده أول ما جي كامل أبو علي التوأم مشهم من تدريب النادي المصري وتفاصيل في الكواليس يعني فالراجل مش على سعادة كبيرة إنه يرجعه بس هو مطلب جماهيري جماهير مصري عايزة التوأم يرجع فاقتنع لصالح المصري إنه يرجع التوأم تدي بالفعل قاعد ياسر يحيى مع إبراهيم حسن واتفقوا تقريبا على كل شيء وأصبحت الأمور بالنسبة لإبراهيم حسن أو حسام حسن وإبراهيم حسن إنهما يروحوا المصري أو يقودوا المصري الفترة اللي جاية قريبة جدا قريبة جدا لو الإسماعيلي عنده مشاكل في الفريق فالمصري برضه عنده مشاكل في الفريق وفي النتائج وبالتالي دول شايفين إنه حسام أبراهيم انقاذ اللي هو الإسماعيلي ودول شايفين إنه حسام أبراهيم انقاذ اللي هو المصري والأقرب الآن أن حسام إبراهيم في النادي المصري البورسعيدي خلال ساعات حسام إبراهيم حسن أساطير الكرة المصرية في المصري كمدير فني ومدير كرة في النادي المصري خلال الساعات القادمة أقرب من الإسماعيلي والإسماعيلي في هذه اللحظة يبحث عن جهاز فني جديد لتدريب الفريق وبصراحة عشان أبقى أمين يعني الإسماعيلي الآن ما بقاش مغري يعني إيه ما بقاش مغري؟ أمش بتكلم عن الإسماعيلي كفريق إسماعيلي كفريق مغري أوي أنا أحب بقى يعني نفس الشتغل في الإسماعيلي ده أي حاجة نعدي بس جنب الإسماعيلي التاريخ والإسم الكبير فأي مدرب في أوقات سابقة لما تقوله تحتيجي الضرب الإسماعيلي يا هنايا وسعدي يا هنايا وسعدي بس أبتكلم عن الإسماعيلي كإدارة للنادي أخاف أنا لو جيت قلت لي تعالى ضرب الإسماعيلي هقولك ما أنا هلعب مطشينه هيمشوني وده حصل بقى خلال موسيمين ثلاثة فأنا ما أنا هشتغل إزاي مطشين ثلاثة وعنده الضغط ده كله ولعيبة متاخدش مستحيات ولا لعيبة عندها مش عارفة فهقلق عشان كده الإسماعيلي هيبقى عنده مهمة صعبة أنه يقنع مدير فني جيد جيد أنه يضرب الفريق في الظروف دي وطبيعي في الظروف دي أنا كمدير فني هقعد أحط شروطي بعد ما كنت أحلم بس أن الإسماعيلي يطلبني وامضي على بياض وأقول ده أنا هبقى مدرب الإسماعيلي هبقى اسمي المدير الفني الإسماعيلي لا ده أنا هحط شروطي عشان أقلق عشان هقلق وبالتالي الإسماعيلي هيروح لمين هيروح لولاده اللي بيستحمله اللي بيشيله اللي لما بنيجي نضايقهم ما بيتضايقوش مني ما بيتضايقوش من نادي الإسماعيلي بيحبوه الإسماعيلي بجد عشان كده الإسماعيلي الوقت بيدور على مين يا أولاد بيدور على حمزة الجمل تاني الراجل اللي نجح جدا في نهاية المسلم قدر ينكز الإسماعيلي المسلم اللي فات من الهبوط ومش الأسباب غير معلومة ولا غير مفهومة وغير منطقية دلوقتي الإسماعيلي بيدور عليه تاني وأنا متصور أنه الإسماعيلي لو قال لحمزة الجمل تعالى مرة تاني بعد اللي عملنا فيك المرة الأوانية هيوافق أنه يرجع عشان بيحب الإسماعيلي بيعشق الإسماعيلي شفت الحال وصل لحد فين في الإسماعيلي بقول لك ده لو مين مدرب أجنبي أو محلي تقول له بس الإسماعيلي يقول لك يا سلام يا ريت يا ربي يجيلي الإسماعيلي ده وقت حد يقرد علي أن أنا ضرب الإسماعيلي المدربين كانوا يقولوا كده دلوقتي هروح مطشين تلاتة ولاي نفسي برا إدارة إدارة أنا ما بسميش ناس بتكلم على إدارة فكر فكر ما عنديش مشاكل أنا مع حد الحمد لله ما قصدش حد بعينه بتكلم على صورة قدامي الصورة اللي قدامي ده محتاجة حب للإسماعيلي أكتر منك ده طيب ده بالنسبة لي التوأم ترجمة نانسي قنقر